الشيخ أحمي الإمامي موجود تفضل عندك جواب على الشيخ تفضل نقاشي ليس في قضية قضية التي أتابع الشيخ أجلامي وفرستقيم بأن النبي معصوم من الخطأ أنا نقاشي معكم في خطأ النبي ونسان وليس في بنوبة وشرك عاش النبي ليس بمذنب وليس بمشرك بل فقط يخطأ النبي وينسك ما قرأ قرآن هذا وين نقاشي معكم فيه شيخ أسد سمعت إشكاله وين المولانا عندما تكلمنا في موضوع استقم كما أمر ذكرنا بعض التفاصيل بس الأخ أبو محمد الآن أتى وبدأ يقول أن النبي هكذا فعل وهكذا فعل ونقاشي معكم بهذا الصدد ماذا قال يعني ما هو سؤاله شيخنا الشريف أبو محمد يعني أنت تقول أن النبي نسى وفعل الذنوب والله سبحانه وتعالى وضعها في القرآن هل هذه تخالف الاستقامة؟ لا ممكن ممكن أقول أقول لك يا شيخ لا تكن يتكلم من قبل قبل أقول لك فأنت تقلبه الدينوب ويرتكبه القفر ويرتكبه الشرق بل النبي صلى الله عليه السلم يخطئ وينسك كما يقول به القرآن فهل عندك اعتراض أو أعكد الشيخ لأن القرآن قال بأن النبي صلى الله عليه السلم يخطئ وينسى والقرآن مشترك بيننا وبينكم يا شيخ جميل أنا الآن تهمت سؤالك الأخ العزيز أبو محمد المحترم يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وناقل الكفر ليس بكافر كما يقولون يخطئ وينسى ويشتبه وما إلى ذلك نحن موضوعنا الاستقامة والأمر الإلهي فاستقم كما أمر فمن بعد إذن أستاذي وتاج راسي الشيخ أحمد الإمامي أنا رح أبقى معاك وبكل أريحية وأخوية يعني لا نعقد الأمور على أنفسنا هل تعرف معنى الاستقامة بما قالها علماء لا بما قلتها عنه ما معنى وما هو تعريفهم للاستقامة لا أنا الذي أعرفه يا شيخ عن قولي تعالى فاستقم كما أمرت فعلا النبي صلى الله عليه وسلم استقامة كما أمره الله في العبادة والدعوة ما مات إلا وأدر الرسالة وعبد الله حق عبادته لكن النقطة التي أتاها الشيخ وعد لامي أن النبي لا يخطئ لأن الله قال فاستقم بما أن النبي لا استقم يعني أنه لم يخطئ وهذا تعريف الخاطئ فهذه النقطة التي أريد أن أقاش فيها يا أخانا يا أبا محمد يا أبا محمد يا أبا محمد الحاج وعد اللامي رعاه الله كان صادقا ودقيقا وموفقا بكلامه وأنا والشيخ أحمد والسيد ميثم وكل من يستمع نؤمن ونعتقد بما قاله الحاج وعد وكلامه سليم مئة بالمئة لأنه متوافق مع العقيدة التي ننتمي إليها وسأبين لك صحة الكلام لكن علماءك لم يقلوا بهذا الشيخ لكن علماءك لم يقلوا بهذا الشيخ وسع صدرك وسع صدرك اهدئ وسع صدرك الهدوء الهدوء يوصلنا للنتائج أفضل شوف يا صاحبي سأقرأ لك ما قاله علماءك عن معنى الاستقامة لأنه احنا لما نريد نتكلم عن شيء لازم نعرف معنى أولا ثم نؤسس عليه سأقرأ لك قول بعض علماءك قالوا قالوا الاستقامة انتبه لهذا الكلام بارك الله فيك سنؤسس عليه سنؤسس على هذا الكلام قالوا هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى ويشمل ذلك فعل ضاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها معنى هذا الكلام كل واحد الآن يسمعني يعرف معنى هذا الكلام انه الاستقامة هي فعل الطاعات كلها لا يصدر منه إلا طاعة وترك المنهيات كلها وليس في الاستقامة خروج عن الصراط المستقيم هذا معنى الاستقامة وهو معنى صحيح وأكبره ما في مشكلة الآن هذه الاستقامة هل النبي يقدر عليها أم لا يقدر هذه الاستقامة التي ليس فيها خطأ أبداً لأن إذا صار فيها خطأ ما صارت استقامة يا شيخ أحمد إذا واحد يخرج عن الطريق لمتر واحد نقول له أنت مشيت بطريق مستقيم لا طبعاً شيخ ربع متر ما يصير لو خرج خطوة واحدة نقول له أنت ما مشيت بالطريق المستقيم أنت عندك خطوة خارج الطريق فالآن الاستقامة تعليم بقاء وثبات سأعطيك الآن بقاء وثبات على الصراط المستقيم الآن سؤالي الأول إليك لما الله أمر النبي بهذه الاستقامة هل النبي يقدر على تنفيذ ذلك أم لا يقدر فضل النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لكن تخرج منه أخطاء لا يقصدها أخطاء رد الله عليه وربخه يبين أنه أخضع لأن القرآن قال بها وصورة تحريم نموذج صورة تحريم نموذج فالتفسير الشيعي والتفسير السني كلما قالوا أنه إتاب من الله إتاب من الله وأن الله أمر بالكفارة فكفر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي صادره منه وعاتبه الله عليه فكيف نفعل بهذه الصورة بارك الله فيك طيب الآن أخي العزيز أبو محمد اتفقنا أنا وهو أن الاستقامة هي البقاء على الصراط المستقيم وعدم الخروج منه ولو قيد أنم له ثم سألت الأخ العزيز هل يقدر النبي أن يمتتل هذا الأمر الإلهي وهذه الإرادة الإلهية فأجابني جوابا صحيحا قال نعم النبي يقدر وهذا كلام صحيح لأنه لو كان النبي لا يقدر على ذلك لصار هذا تكليف بغير المقدور والله لا يكلم الإنسان أكثر من قدرته التكليف بغير المقدوري لا يجوز لا عقلا ولا شرعا الآن ننتقل إلى النقطة الثالثة هل النبي صلى الله عليه وآله امتت لأمر الله يعني الله الذي أمره بالاستقامة وهو قادر عليها هل امتتل النبي صلى الله عليه وآله لهذا الأمر وحقق هذه الاستقامة على أرض الواقع أم لم يمتتل النبي تفضل يا أخي الله امتتل امتتل اللبي بكل ما أمره الله لكن تصدر منه أخطاء غير قصد يظن أنها صواب فيأتيه الرد من الله أن هذا الذي أتيته يا محمد ليس بصواب فعليك التراجع منه وهذا ما قال بالقرآن نعم يعني تقول الآن شوف جوابك شلون صار جوابك فيه تناقض أنت تقول امتثل ولكنه لم يمتثل هذا معنى كلامك لماذا؟ لأن هذه الأخطاء أنا أبين لك هذه الأخطاء هل هي على الصراط المستقيم؟ هل هي كما يريدها الله؟ هل يمكن أن نسميها استقامة؟ يعني على تفسيرك أنت أنتم تفسرون سورة التحريم بأن النبي حرم على نفسه أمرا ما وبالتالي لأن هذا الفعل كان فعلا خاطئا الله عاتبه وعلمه كيف يعالج هذا الخطأ أنا أقول لما النبي فعل هذا الفعل هل كان على الاستقامة أم لم يكن على الاستقامة؟ هذا الفعل الذي صدر من النبي بغض النظر عن السبب عمداً سهواً خطأاً ما لي علاقة الآن إلي علاقة هذا الفعل كان مستقيماً فيه أم لم يكن مستقيماً؟ تفضل بارك الله فيك هذا السؤال أعجبني جميل جداً النبي صلى الله عليه وسلم مستقيم بقلبه وبقصده لكن تصدر منه أخطاء هو لا يقصدها ويدن أنها صواب فالله الذي يبين لو أن هذا الفعل الذي أتيت بي يا محمد ليس صواب عليك منه التراجع ولا يتعمد الخطأ ولا يتعلم ولا يتعمد هذا وجوه وبجميل كأثرة تحليل ناموذج لما أمروا بالكفارة لأنه أقصى ما لا يقرب ماريا إرضاءاً لحفظة والله أمروا بالكفارة هذا ونقاش ما أكون فيه جميل هذا سؤالي ليس عن سبب الفعل أنا لم أسألك هل فعله عمداً أم سهواً أنا سألتك عن الفعل نفسه هذا الفعل لما حرم ماريا على نفسه هل هذا الفعل فعل صائب مستقيم أم فعل غير صائب بغض النظر عن السبب غير صائب غير صائب خطأ عظيم هذا خطأ عظيم إذن هنا إذن هنا هذا الجواب المفروض حسن الحوار بينه وبينك إذن هنا النبي صلى الله عليه وعليه لم يكن على الاستقامة في هذا الفعل لم يكن مستقيماً لا على الاستقامة كيف على الاستقامة ومستقيم 9% ومستقيم 9% ووعف المئة ووعف المئة لم يكن على الاستقامة جميل 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 إذن أنت الآن غيرت غيرنا النتيجة شنو قلت الآن أنت تقول النبي امتثل لأمر الله ولكن ليس مئة بالمئة وإنما تسع أو تسعين بالمئة كان مستقيماً كلامي صحيح؟ نعم والقرآن بينا أخطأ عديدة صدرت من النبي نعم طيب الآن يا شيخنا يا شيخ أحمد الإمامي هل تقبل أن يكون نبيك مستقيماً بنسبة 99%؟ هل تتبع نبي مستقيم بنسبة 99%؟ ما هذه الواحد بالمئة مشكلة يا شيخ أحمد هذه الواحدة مشكلة شيخنا الله يقول أنا انتهيت الله سبحانه وتعالى يقول للنبي يقول له وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم فكيف لا يتحقق هو بالصراط المستقيم حتى يهدي الناس فاقد الشيء لا يعطيه كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبو محمد كيف يكون النبي يهدي إلى الصراط المستقيم وهو بالأصل عند انحراف ولا واحد بالمئة فضل أبو محمد نعم هو يهدي إلى الصراط المستقيم في كل شيء لكن في بعض مسائل الدنياوية هو يظن أنه فعل صواباً لكن الله يبين أنه أخطأ وهذا الذي قال بالقرآن أحمد إمامي ولا أتكى بالنصوص من كتبنا أنا أتكى بالقرآن الذي هو مشترك بيننا اسمع 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 خلكوا إياي الآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يهدي إلى الصراط المستقيم أنا أقول لشخص اذهب بهذا الطريق أو نفرض فرضية أنه عندنا غابة هذه الغابة لا أكون فيها دليل هذا الدليل لا يمكن أن يسوق ناس في هذه الغابة لأنه ممكن بأي لحظة تحدث يضيعون ونصفهم مشكلة يجب أن يعرف أو حتى الدليل الذي في الصحراء إذا كان يعرف الطريق جيداً يسمى دليلاً طيب أنا عندي نبي يريد أن يهدي الناس إلى الصراط المستقيم وهو تسع وتسعين بالمئة صراط المستقيم جنة ونار فيفعلوا أو يرشد الناس إلى عمل هو حرام هل يمكن بهذه الواحد بالمئة أن يرشد الناس إلى عمل حرام أو ما يمكن جاوب لي نعم النبي صلى الله عليه وسلم يعدي إلى الصراط المستقيم الذي يوحى فيه إليه عندما يأتيه الوحية فهو يطبقه كمال ينبغي مئة بالمئة النبي على محمد يصدر الخاصة في الحياة العادية وربما سورة التحليم أحرج لكم يا أحمد الإيمان ربما سورة التحليم لأن علمائك قالوا بأن توقيخهم وأن الله فرض عليه كفار فاستدامه على القرآن ليس على القرآن وليس على أحمد أبو محمد أبو محمد كلمني أنا أبو محمد أختي العزيزة كلمني أنا سبارك الله هل يجوز أن تكون استقامة النبي ثمانين بالمئة لماذا تسعة وتسعين فهذه نحن نقطة مهزة أنا لا أريد أن أضرب مثل أبو محمد بس أوضح ذكرتي فضلا بس أوضح ذكرتي فضلا نعم نعم لو تسمح بس بارك الله بارك الله أقول الأخ أبو محمد يقول استقامة النبي أنا فرضت التسعة وتسعين في المئة أو هو فرضها أقول لماذا لا تكون استقامة النبي ثمانين في المئة شن المشكلة شن الفرق بين التسعة وتسعين والثمانين فإذا قبلنا تسعة وتسعين لأنني درسته لأنني درسته لأنني درسته سيرة النبي من ولادتي إلى وسطه فلم أجد فيه إلا أخطاء بسيطة جدا ذكر الله في القرآن هذه الأخطاء البسيطة هذا الأخطاء البسيطة فيها محاطة أخفأ في أخذ الفداع من أسارة بدر وأخفأ في الصلاة على ابن سلول وأخفأ ولذلك الله ما قال ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعني على كلامك على فهمك النبي مو عند ذنب واحد لا عند ذنوب سابقة ولاحقة فهذا شلون نسوي تسعة وتسعين خلي نخليها تسعين بالمئة حتى نقول لنا تسعين تسعين بالمئة واستقيم هذه ليست الدنوب أولاً هذه ليست الدنوب لأخطاء بيّنها لله لو كان الدنوب لقال الله قد أخطفت كمهرسان ما هو دليلك ما هو دليلك ما هو يا سيدي ما هو دليلك على أنها تسعين بالمئة ما هو الدليل على ذلك لأنني قرأت لا تسعين في المئة هذه من عندي أنا ليست من عندي العلماء طيب لماذا أنا هذا الشؤال لماذا لا تقبل هذه الأخطاء في بعض الحالة نادرة الشزة يا أستاذ أحمد لماذا لا تقبل قولي هذه الأخطاء أثقاط عصنته مطلقاً أنا أريد أن أعطي المجال لأسافذتي أنا ما أريد استغفر بالحوار أقول لماذا لا تقبل أن تكون تمانين في المئة شو المشكلة؟ شو الفرق بين تسع وتسعين وثمانين؟ ربما ربما تكون تمانين في المئة تسعين في المئة ربما ربما لأنه صدرت من أخطاء لا 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 أنت لا يوجد دعني دعني أقرر دعني 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 أقرر كلامك حتى يسمع الناس يعني الأخ العزيز أبو محمد يقول ربما تكون استقامة النبي تسعين بالمئة خمسة وثمانين في المئة لا يوجد مشكلة في ذلك هكذا تقول؟ ربما لأنه صدرت من أخطاء عديدة أخطاء عديدة صدرت منه وتراجع عنها بأمر من الله طيب إذا كان هذا كلامك فيطلب من جميع الشيء الآن أن يسجدوا لله شكرا على عظمة العقيدة التي عندهم والتي لا تساون لكن القرآن يخالفك لا بأس لا بأس القرآن يخالفك ماذا ستسعين شورة تهرين شورة أصار بادر ماذا تفعلوا بها؟ أنت إنسان محترم ولكا حقينا ما يدرون بجاعة نعم لك حقا ستسعين حقا ستسعين حقا ستسعين حقا ستسعين يعني النبي صلى الله عليه وآله في سورة التحرين حرم ما أحل الله صح؟ حرم على نفسه مارية وقال والله لقد أعبت وأقسم بالله هنا جاء التوبخ من الله حرم على نفسه حرم على نفسه حرم وصل جوابك حرم على نفسه مارية ومارية هي حلال عليه بأمر الله صح؟ نعم أعيد سؤال لما أسما تجيبك أقول أقول إنه حرم مارية على نفسه وهي حلال بأمر الله سبحانه وتعالى صح؟ صحيح نعم طيب الله يقول في كتابه الكريم طيب الله يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتعل الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون طيب الآن الله يقول الذي يقول للحلال حرام وللحرام حلال هذا مفتر كذب كذب على الله الآن يا أخي محمد قريش قريش مشركي مكة أعقل منك وأفهم منك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم وصفوه بالصادق الأمين وأنت تقول النبي صلى الله عليه وآله حرم على نفسه الحلال وبالتالي يلزمك إن النبي صلى الله عليه وآله كذب على الله لأنه حرم ما أحل الله فبالله عليك بأي عذر تواجه رسول الله صلى الله عليه وآله هذا فهمك أنت للأيو وليس فهمي أن أنا لس فهمي أن لا لهذا الله يقول يقول لا ولا تقوموا يقول لا تقوموا ولا ستقف المجيب ولكن لن يشركيني بناس الجراش هذا والذي أرى النبي هذا الأقصى هذا حلال وهذا حرام الله يقول الذي يقول لا نستعلم بغير أمر الله هذا كذاب آله صريحة صريحة تقول الذي يحرم على الله أسمعني 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 أرجوك 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 أنا ما قطعتك يا أستاذ إن صارك ساعة تتكلم الله يقول الذي الله يقول أسمعني أخي يا أبو محمد عزيزي عزيزي أبو محمد عزيزي أخي 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 الحبيب الله يقول الذي يقول للحلال حرام وللحلال هذا كذاب آية صريحة لا فهذا أولاد النبي صار لا تنظر على النبي أنه لا أمر بكثار وبس ولكن هو حق خلاص أرجع إليه مري أخي أخي أنت أمام آلاف المشاهدين قلت النبي حرم ما أحل الله الله يقول الذي يحر ما أحل الله كذاب 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 آية صريحة أنت قلت النبي حرم ما أحل الله هذا في كفار قريش ليست في الأنبياء يا أستاذ ميتم هذا في كفار قريش ليست في الأنبياء الأنبياء حاشوا أن يحرموا الحل يا صريحة الذي يحرم ما أحل الله أنت تجرم أن أقول لك أن النبي حرم لا أنت لا تستطيع أن تجرني على هذا النبي حق قال إرضاء المحق سألتك 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 أخي عزيزي قبيلين عزيزي يبين أن النبي أخطأ وقف أنا أستطيع تكمل تكمل ما تكملت عزيزي سألتك 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 ما أحل الله قلت نعم قلت نعم أمام المشاهدين قلت نعم قلت نعم لو ما قلت نعم قلت النبي حرم ما أحل الله سألت صوت غالب صوت غالب بأسمعك جيد أخي أنا سألتك سؤال قبل حمد الحبيب الغالي قلت لك النبي حرم ما أحل الله قلت نعم قلت هذا لم تقول جاوبني لا حرم ما أحل الله له قلت ليس ما حل الله للأمة تحليل نعم وتحليل الفضاء والفاوك هي جاءت هو على سبيل هيبا جاءت هو على سبيل هيبا فالنبي أخطأ المواقع مارية في حقيقة حفصة في ليلة حفصة وأذرك النبي أنه أخطأ لما جامع حفصة في حفصة في حفصة ومن حق حفصة أن تتور من حفصة قال له هنا لن أطأها أبدا وأمر الله بيكسر إلى مدقي حفصة مارية كملت راح أرجع لك أرجع لك أعيد لك السؤال مرة ثانية خلي شوفك تغير جوابك له لا أرجوكم أرجوكم الهدوء أخواني الهدوء لحد يقاطعني أرجوكم أرجوكم لحد يقاطعني الله يبارك بكم أخونا أبو محمد الآن حفصة حفصة أو مارية مارية هي زوجته أم لا هي حلال أم حرام على رسول الله هو حلال لكن ما هو السبب ليجعل. لا لا كم لا كم. هي حلال هي حلال. هذا الحلال اسمعني. ما هذا الحلال. اخي اخي اسمع ارجوك 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 لا تخاطر. هذا الحلال. هذا الحلال. الله ذكره. الله ذكره في القرآن. اسمعني. تأهد الخصى بان لن يطعى ماري ابدا. جيد. هنا اسكت خلينا. اخي اخي لا تطعط اسمعني خليني اجاوة. الان هذا الحلال الذي هو ماري الله قال له لما تحرم. هل النبي حرمها ام لم يحرمها على نفسه. الله الذي قال لما تحرم حرمها. الله الذي قال لما تحرمها. خلاص خلاص خلاص. حرمها. حرمها. الله اكبر. الله اكبر. النبي حرم الحلال. اخواني. النبي حرم الحلال. الله يقول. ولا تقولوا لما تصف علشنتكم الكذب. هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب. طيب. الان النبي حرم الحلال فهو كذاب. نص القرآن. ماذا تقول? ماذا تقول? الله يقول الذي يقول للحلال حرام. ماذا تقول? اعطيني انت تتشعي ما معنى قوله لما تحرم وما احل الله لا. فممكن? انا اقول الذي حرمه صلاة الله علي. انا قلت تتشعي. انه تفسير شيعي. انا قلت تشعي شعي جات يا لا اقرب. انا قلت تشعي. سألت سألت يعطى. لا تطاطى سألت اني التفسير الشيعي فاسمعت جواب بكل اذان صوري التحريم هنا. لا تطاطع يا اخي. و الله لا اطاطع مو احرجتنا. اول مرة لا في اطاطع لا تخرج. اصورة نبي بطلاقات. انا اطرجها دوتا. لاürü بإطلاء الله حول ولا قوة إلا بالله أخي اسمع سألتني التفسير الشيعي اسمع الجواب اسمع الجواب اسمع الجواب لكن بأطلال الله ليس بأقوالك أنت يا أستاذ بنيتم أنت لست في كبر العلماء بأطلال علمائي اسمع لا حول ولا قوة إلا بالله بيريشتو إذا ظلت طاقع وتسأل وما تسمع الجواب وتعليق قبل أن أجيب يعني تسألني السؤال وإنت تجاوب انت كسأل وانت تجاوب اذا اضل بها الشكل راح اطلب منك about control ينصي صوتك فخليني محترمك خليني محترمك لا تخليني اطلب لا سألك اسألك Geschäft استهلك لمكن لا بأسلم لمكن اسألك صحياتنا استnothing يا سحية لا شكرا انا ان التحليل الناس لا اله الا الله أبو محمد شون سألفتك أبو محمد الكفارة على اليمين وليس على التحرين الكفارة على اليمين وليس على التحرين الكفارة على القسم ولم يجب صذف لما أأمر لك أخي أخي يعني ليش تسألني؟ أنت سألتني حتى تسمعني. يعني أنت تسألني. أنت تسألني. أنت تسألني. لا إله إلا الله. لا حول ولا أخوتك. يعني أنت تسألني. وأنت تجاوب تسمع نفسك؟ يلا أنا ساتل. يلا أخواني أخواني أنا ما لازم أجاوب. أنا ما لازم أجاوب. أخواني العزاء أخواني في التونترول نزل صوت هذا الرجل ما عنده هو يسألني هو يجاو هو يسألني هو يجاو أخي انت سألتني اسمع جواب الشيعة اسمع جواب الشيعة مسألة الكفارة الكفارة على اليمين وليس لها علاقة بالتحريم التحريم هنا عندنا الامتناح التحريم الامتناح وليس التحريم مقابل الحلال النبي صلى الله عليه وآله لا يحرم ما أحلى الله تبارك وتعالى لأن الله وصف من يفعل هذا الفعل بالكذاب إن الذين يفكرون على الله الكذب وصفهم بأنهم كذابين لا تقولوا لما تنصف عن سين تكون الكذب هذا حلال وهذا حرام تفكروا على الله طيب التحريم هنا هو امتناح منع أن يكون فيها ظلم منع أن يكون فيها قتل منع أن يكون فيها اعتداء الأشهر الحرم ما معنى الحرم الممتنع فيها القتال واضحك العزيز فليس كله بتحريم أو حرم أو حرمة يستفاد منه الحرمة التشريعية بل الحرم هنا والتحريم الامتناع أي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع امتنع أن يفعل هذا الفعل وليس تشريع يا أخي أنت من أين لك هذا السلام من أين لك هذا السلام هذه النقطة الأولى إذن أعجبناك ما هو معتقد الشيعي في هذه المسألة أنت زوجتك تقول لك يا أبو محمد يا أبو محمد هذا التوب ما للوهابية اللي تنبسه اللي فوق الركبة جيش داشتك فوق الركبة زين لا تنبسه هذا ما أحبه تقول خلاص أنا متنع تحرمت على نفسي حرمت أي منعته منعته موضوعي أنه أنا حرمت حرام علي قلت لك هذا قنيسك الأصفر ما أحبه قلت هو علي حرام يعني حرام أنا ممتنع عنه قلت لك يا أبو لا تحط المسواك بحلقك ريحت المسواك ما أحبها قلت لك يا أبو هذا المسواك رام علي أي ممتنع عنه أنا أنا ممتنع زين هذا هو المعنى وليس معنا أربط شيء الكثارة جاءت لما أقسم النبي اللالة أمارية ونجأت الكثارة ليست الكثارة أن تحرم لما أقسم اللالة أمارية هنا جاءت الكثارة اسمع أخي أخي القسم شيء والتحرين شيء آخر أنا أقسمت ما أركبت سيارتي ركوب السيارة حلال اسمعني 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 أخي اسمعني عني اسمعني 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 يا أخي اسمعني خليها أبصه خليها أبصه اسمع يا أخي الآن التحرين شيء واليمين شيء آخر أنا أقسم على شيء حلال أقول والله أنا ما أركب هذه السيارةyr المعنى هذا إن هو هي هذا تحريم أخي هذا امتناع� والقسم للإلتجام أخي القسم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أخي القسم القسم للإنتزام معنى 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 سالث سالث اسمع الجواب لا تقاطع لا تقاطع أولا أولا يجب أن تفرق اسمعني يا أخي العزيز أولا يجب أن تفرق يجب أن تفرق بين مسألتين مسألة القسم ومسألة الفعل واضح الفعل هو حلال أو حرام أنا أقسم لن أكلم الأخ أبو محمد لا لن أكلم الأخ أبو محمد الجزائر سيد سيد أخي نشوف ماجد ماجد من مصر أبو محمد طبعا هو قطع ودقينا عليه على العموم أبو محمد أبو محمد تنايم تنايم يعني نايم بالخطيئة أبو باكر أبو باكر أرجوك 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 ثواني بس تخلي قاطعني ثواني ثواني أبو محمد أبو محمد أخونا الجزائر أنت تقول قلت للحد قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وآله غير محصوم مئة بالمئة بل محصوم تسعة و تسعين بالمئة جاس محصوب ثاني مش كله جاس أخو في صوت كونترول موغاني كونترول مولانا أنا هم أسمع صوت أنا هم أسمع صوت أكو صوت موجود نصف دقيقة وأنتهي ما عندي شيء نصف دقيقة أقل نصف دقيقة أقل نصف دقيقة أخونا أبو محمد تقول أن النبي صلى الله عليه وآله مجتهد ونشبت الاجتهاد عنده تسعة و تسعين بالمئة تقول تسعة و تسعين بالمئة الآن بما أنه النبي صلى الله عليه وآله يقف في مساء الدنيا هل ممكن أن يصيب غيره من الصحابة في نفس المسألة التي أقفها النبي يعني يخطئ النبي صلى الله عليه وآله في مسألة مساء للدنيا ممكن هل ممكن أن يصيب أبو هريرة في هذه المسألة التي أقفها فيها النبي ها ها أبو محمد هل ممكن أن يصيب يصيب أبو هريرة مسألة الدنيوية التي أقفها فيها النبي مثل تأبير النخي مثلا أبو محمد وصل لأبو هريرة مولانا السيد لأنه قطع وتوكل على البحرين ماشي ماشي أبو الله قطع على البحرين تفضلي أم إبراهيم واختنا الفاضلة تفضلي وبعدش ناخذ الأخ العزيز اللي هو عنه خط تفضلي أم إبراهيم تسمعينا نعم نعم تفضلي تفضلي أخت أنا فقط أريد أن أثير نقطة للأخ أبو محمد بس أرجو أن لا يقتعني أرجو أن لا يقاطعني أخذ محمد تفضلي تفضلي أم إبو محمد ما موجود أبو محمد طلع ترك البث وصلي تفضلي هذه نقطة ضرورية جدا نطرحها في هذا البرنامج وهي إذا كان الإنسان وهو عقله من الله سبحانه وتعالى هدية من الله وتطور في عمله نحن الآن لا نرى الإعمار كالإعمار قبل ألف سنة ولا نرى طائرة كطائرة قبل مئتين سنة أو قبل ثم سنة هذا الموبايل الذي نتحدث فيه الآن يتطور في كل سنة في كل عام السؤال يطرح نفسه هنا الله سبحانه وتعالى بعث أنبياء ورسل إلى الناس ومنهم أنبياء من أولي العز والله سبحانه وتعصفي من عباده ما يشاء هذا كلام أبو محمد الآن أو أنا أتفق معه في نقطة واحدة فقط أنه هذا ما يفهمه وهذا ما يستطيع أن يفهمه من الكتاب أو من القرآن يا أخي إذا كان البشر وهو بشر وهو من خلق الله من صنع الله يتطور فكيف الله سبحانه وتعالى عز وجل بعث الأنبياء وكلم منهم تكليما كنبي الله موسى كلمه الله تكليما ومنهم من أولي العز وأعطاهم من الآيات الواضحات كيف يختم النبوة بنبي خلقه أو رسالته أو علمه تسعة وتسعين بالمئة هذا طعن في الله سبحانه وتعالى بالله هذا طعن في الله إذا كان البشر وهو البشر يتطور فكيف الله سبحانه وتعالى يختم النبوة بنبي يكون علمه أو عصمته تسعة وتسعين بالمئة والله يا أخي أنت لم تطعن بالرسول وإنما طعنت في الله سبحانه وتعالى وشوفوا أختنا أم إبراهيم الفاضل الله يرحمه الآن دولة السلفية هي هاي مشكلتهم هي هاي مشكلتهم حتى أنه ما يجدون تفسير أو تأويل لما موجود في القرآن أنا سألت سؤال واضح وصريح هذا السؤال لو أجاب عنه لو استطاع أن يفهم السؤال لما دخل في هذه المتاهات كلها هو يتوقع أنه ينصر القرآن الكريم هؤلاء في قلوبهم نحن نقول نعم في قلوبهم حسيكة بغض أهل البيت لكن الذي يجب أن يعلم أن السلفية بالذات السلفية بالذات ما أقول كلهم الله العالم يعني في قلوبهم حسيكة كره النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الجميع يلاحظ أن هذا الرجل وأمثاله من الذين يدخلون إلى هذا البث دوما يدافعون عن ما موجود مثلا في تراثهم يعني لعمر قبال النبي زوج النبي قبال النبي يعطون المعاني لهذه الآيات الكريمة المباركة المعاني التي هي يعني مو صحيحة لهذه الآيات الكريمة المباركة ويريدون أن يلزمون الناس بها يعني كلام السيد واضح الكفارة تكون على الحلف مو على ماذا أراد من الحلف لا وإن كان هو لنفرض وهذه الكلام يعني مو المفرض يتكلم أمام الناس أنه ذهب رسول الله وفعل كذا في بيت فلانه لنفرض لنفرض أنه فعل هذا الفعل فلانهم يفسرون القرآن على حسب عقولهم يعني هذا علمهم وفهمهم لتفسير القرآن فلا يجبرنا نحن أن نتبع ما يعتقد به هو هذا ما يعتقد به هو مولانا كنترول مولانا كنترول يا رب العالمين أحسنتي ماجد قطع الاتصال ماجد قطع الاتصال الشيخ موجود بعده معنا شيخ أسيد إياكم شيخ يطابل نعم معكم مولانا الفاضل هؤلاء يعني أنت ذا تلاحظ أنك أنت من كم تسألهم يصر هو يتوقع أنه ينصر الإسلام أو يتوقع أنه ينصر الدين أو يتوقع أنه ينتصر لله والعجيب أنه يجعل القضية الله أمام النبي يعني مو يجعله أن النبي واسطة الفيضة لهذه الدنيا أو النبي هو محظو الكمال لا لا يعني كأنما يجعل الله قبال النبي فيتوقع أنه بهذا المفروض يعطوه كأس أنه إذا يقوله والله الله يجقال يجقال مو بهذا المعنى اللي أنت فهمتك فهؤلاء شنو المشكلة عندهم يعني شنو المشكلة اللي في عقولهم بحيث إحنا كم ما نأتيهم من أدلة من تفسيرات من غيرها لا يقبلونها ويصرون على نفس الكلام نعم مولانا مولانا الكريم الله يبارك بيك إحنا لازم ندقل في هذه القضية أنا الآن أقرأ على اللوحة أمامي أن عدد المشاهدين ألف وستمائة وثمانين كذا هالشكل يعني نعم ألف وستمائة واثنين وثمانين أنا ما أعرف على الرقام هذه يعني هي الرقام الشكل ألفين وأربعمية مولانا ألفين وأربعمية الآن أنا اللي عندي الرقم هالشكل ما أعرف نعم قبل التحديث أنت داخل قبل التحديث مولانا نعم فالقصة أنا أقرأ التعليقات فمن جملة التعليقات اللي جاء يشوفها أنا على اعتبار يعني غشيم في هذه التكنولوجيا ما عندي قوة بهالموضوع أكو شخص أو بنت أو ولد اسمه الوردة البيضاء الوردة البيضاء كاتب أبو محمد ما يفكر عقله مبرمج على ما يقوله له أنا استوقفني هذا التعليق من الوردة البيضاء أخواني الكرام لماذا نفتح هذا الموضوع لو سألنا أخانا العزيز الحاج وعد نسأل الله تعالى عن يسر أموره أو الشيخ أحمد أو السيد ميثم أو الأخوة اللي في الكنترول المقيمين على هذا البرنامج لماذا نختار هذا الموضوع بالذات هذا الاختيار لم يأتي عبتك هناك غاية مقصودة من خلال طرح هذا الموضوع ما هي الغاية الغاية أننا نريد أن نوصل لهذا العدد الذي يستمع وهذا التسجيل سيبقى وسيستمع إليه أناس آخرون وربما عشرات الآلاف سيستمعون لهذا الحوار أو أكثر نريد أن نقول للناس أن العقيدة التي يقوم عليها المنهج المخالف لأهل البيت عليهم السلام غير متوافقة مع القرآن الكريم أنا أردقول للوردة البيضاء ولكل الأخوة اللي رموا الكرة بملعب أبو محمد اتهموا أبا محمد عقل أبا محمد عقل أبي محمد أبو محمد لا لا أبو محمد صورة من هذا المنهج الرجل تحدث بكل صدق هذا ما يعتقده المنهج المخالف لا يوجد في المنهج المخالف خصوصا المنهج السلامي شيء اسمه العصمة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وآله بل لو أنكم قرأتم يوجد من العلماء المخالفين من قال أن النبي يجوز أن يكفر بالله العظيم هذا ما قاله الباقلاني يقول الباقلاني يجوز على الأنبياء أن يكفروا بالله العلي العظيم ويجوز أن يكون في الأمة من هو أفضل من الأنبياء أحنا وظيفتنا أن نوصل لهذا المستمع الكريم المستمعين اللي سمعونا الآن مولانا متزمين بأعمالهم هذا المهندس هذا الطبيب هذا البقال هذا الكذا فأنا وظيفتي ووظيفتك أن نوصل لهم هذه المعلومة نحن نريد أن نضع أمامكم الصورة بلا رتوش هذه هي العقيدة التي قام عليها المنهج المخالف المنهج المخالف لا يعتقد بعصمة النبي وحتى حينما تسمعون أن النبي معصوم في التبليغ هذا غير صحيح هذا ما يعني أن النبي ما يخطأ معصوم في التبليغ لا تعني أن النبي لا يخطأ وإنما معصوم في التبليغ تعني أنه إذا أخطأ صحح له الوحي بس فلا فرق بين النبي شوية انتبهوا يا الله يرضى عليه عند أخواننا المخالفين لا فرق بين النبي وبين الصحابي لماذا؟ لأن النبي لا يكذب عن الله لا يتعمد الكذب عن الله والصحابي لا يتعمد الكذب على رسول الله النبي معصوم في تبليغه والصحابي معصوم في تبليغه غير هذا ما يكون احنا اتباع اهل البيت اللي علمونا واللي يضعوا على هذا الموضوع في رواياتهم نعتقد ان النبي صلى الله عليه وآله معصوم بالعصمة المطلقة ونفتخر بذلك حتى لو كان الناس يستغربون ويستهزئون هذا من سفاهة عقولهم نحن نقول ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه كلامه فعله تقريره لا يخطأ لا ينسى لا يسهو وادلتنا على هذا الكلام من كتبهم ومن كتبنا ولكنهم لا يقبلون حتى كتبهم كتبهم تقول النبي معصوم اسمه مطلقة طيب انا شلون اقدر اسلم لانسان تسليم مطلق وانا اعتقد انه يمكن ان يخطأ يا شيخنا يا اخواننا يا احبتنا هل تستطيع ان تسلم تسليما لشخص يحتمل في حقه الخطأ او يحتمل في حقه النسيان ما تقدر التسليم المطلق يعني ان هذا الانسان الذي سلمت له لا يصدر منه خطأ ابدا هذه الاية الكريمة فاستقم كما امرت دليل واضح على عصمة النبي صلى الله عليه وآله لانه اكو امر الاستقامة مبكية فيه اذا انا اريد اكمل هذه العبارة مو الآية العبارة فاستقم كما امرت اضيف لها لا كما رغبت فاستقم كما امرت لا كما رغبت يعني انا استقيم مو متل ما انا اريد لا متل ما الله يريد الاستقامة تتحقق بطاعة الامر الالهي انتم تقولون للأسف ابو محمد او ابن تيمية او ابن عبدالوهاب او فلان والقرشيون والصحابة كانوا يقولون انه ليس مستقيما مئة بالمئة هذه الكلمة اللي قالها ابو محمد مو كلمت هذا الرجل هذه هي العقيدة التي نشأوا عليها هذا هو التثقيف الذي تقف به لانه هذا التثقيف انتم لو تراجعون وتشوفون التثقيف كل قائم على اساس السلطة هم يعترفون انهم حكام علماء سلطة فالتثقيف اللي يريد معاوية هو هذا التثقيف ما ينفع معاوية تثقيف ان النبي معصوم اسمه مطلقه ما يستقيم كرسي معاوية ولا يستقيم كرسي فلان وفلان ان يفهمون الناس ان النبي معصوم اسمه مطلقه لازم يخلون حيز من الخطأ حتى يبررون لانفسهم الاخطاء ولذلك شيخنا الحبيب انت والاستاذ السيد ميثم اعلم واعرف مني حديث صحيح يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند احمد بن حنب هذا الحديث لو ان الناس تدبرت هذا الحديث لوحد يكفي في كل هذا الكلام يبين لك العدو من الصديق الحديث يقول هذا الرجل يقول كنت اكتب كل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله فنهتني قريش انتبهوا ما نهو الانصار نهتني قريش يعني المهاجرون جماعة من المهاجرين قريش القرشيون يعني سين وصاد اللي تعرفونهم انتو نهتني قالوا انت تكتب كل ما يقوله رسول الله ورسول الله بشر يخطأ يقول في الرضا ما لا يقول شنو في الغضر هي نفس العقيدة اللي يقولها ابو محمد هذا نفس العقيدة اللي يقولها الاخوان الوهابية هي نفس عقيدة القرشيون خنشوف النبي وافق على هذه العقيدة يقول فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وآله والحديث موجود في مسند الامام احمد بس طاعتكم انطلعوا له وحديث صحيح قال يا رسول الله انا كنت اكتب كل ما تقوله ونهتني قريش لاحظوا الكلمة العظيمة الكلمة الواضحة البينة لكل انسان عاقل قال اكتب فوالله لا يخرج منه الا الحق طيب يا رسول الله ممكن تنسى لا ممكن تغفل لا ممكن تشتبه لا لا يخرج منه الا الحق يعني النبي حتى وهو نايم لما يتكلم حق ولذلك انا وانت نام تنام قلوبنا وتنام اجسادنا بينما النبي صلى الله عليه وآله يقول تنام عيني ولا ينام قلبي من هذا الانسان وما هي خصوصية هذا الانسان الذي تنام عينه ولا ينام قلبه هذا انا اقدر اساوي بباقي البشر البشر حينما ينامون كل شيء ينام فيهم لكن هذا النبي صلى الله عليه وآله هذا حديث واضح صريح وصحيح لكن القوم ما يعجبهم هذا الحديث ما يعجبهم هذا الحديث فمولانا هي قضية مناهج انت وانا هسا ذول الشباب اللي جاي يكتبون انا اشوف كتاباتهم هذول ما دارسين حوزة مولانا كلهم هذول اغلبهم لا دارسين حوزة ولا قارين كتب لكن بفطرتهم باللي تعلموه من تثقيف المنبر لما يرحون للزيارة ويقرؤون الزيارات هم جاي يتعلمون بفطرتهم ما يقبلون هذا الكلام اللي يقوله ابو محمد المسألة ما تحتاج دراسة تحتاج انسان عنده فطرة سليمة وعنده عقل هذا اتقف على هذا الشيء الآن لو يجي ابو محمد وغيره ما رح يتقبل ابو محمد تتقف على خلاف هذا اول ما بده بالدراسة اول ما دخل المدرسة قالوا له والله النبي اخطأ في تأبير النحر وسبب مشكلة اقتصادية وجوع الناس وما دفع لهم المفلوس فبدأ هو بهذه الطريقة النبي اخطأ هنا النبي اخطأ هناك اسقطوا هيبة النبي في نفسه بينما شوف الفرد الشيعي الفرد الشيعي في قلبه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله لا يوازهك ها شيء ولذلك حسن بن فرحان المالكي عنده كلمة جدا طيبة هذا الرجل نسأل الله أن يفرج عنه هذا الرجل يقول أنا عقيدتي برسول الله تغيرت بعدما قرأت كتاب نهج البلاغ أنا يقول كنت قبل أعتقد برسول الله أشياء لكن لما قرأت نهج البلاغ تغيرت عقيدتي رأيت علي بن أبي طالب يرتجف وهو يتحدث عن رسول الله أشعر علي يرتجف وهو يسولف عن رسول الله فيقول عقيدتي كلها تغيرت فأنت ما دام ماخذ عقيدتك من علي عليه السلام ومن أهل البيت الإمام الصادق لما يسمع اسم رسول الله يقول الراوي صار يكرر محمد 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 حتى أدنى خده من التراب فأنت كشيع وتابع للإمام الصادق شنو راح يكون رجبع لك هذا الطريقة اللي أنت تتعامل بها مع رسول الله أما الشخص اللي يريه يخلي زيد وعبيد اللي يجي يبرر لهذا الرجل اللي يقول عن النبي أنه يهجر ويحاول يلتمس لعوه ويقول الصواب كان معه اللي يطلع النبي غلطان يا رجل عندهم حديث في البخاري يقول النبي أرسل أبا هريرة وأعطاه نعله فقال له أخبر الناس أخبر من لقيته أنه من قال لا إله إلا الله مؤمناً بها قلبه دخل الجنة أبو هريرة طلع وشايل النعول بيده ويمشي وصيح هذا تبليغ لو لم تبليغ نعم تبليغ هذا النبي فعله من أمره أم من أمر الله من أمر الله شاف يقول فاستقبله عمر قالنا أنت من وين جبت هذا الكلام قال النبي أخبرني وهذا الدليل معي هذا نعله رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فضربه وأوقعه على الأرض التكملة أنت تعرفها والسيدي يعرفها أنا ما أرد جيبه كل اللي يريد راجع خلي راجع أين وقع وكيف وقع ثم أخذ أبا هريرة هذا في البخاري وذهب به إلى رسول الله لاحظوا أيها الأخوان قال له يا رسول الله أأنت أمرت أبا هريرة أن يقول هذا قال نعم قال يا رسول الله لا تفعل لا تسويه لماذا؟ قال لأنك أن فعلت ذلك اعتمدوا وتوكلوا عليها وتركوا الصلاة وتركوا العبادة وبعد يشلبون بس لا إله إلا الله هذه ما تفيدهم تقرب دينهم هذه فخليهم فقال له النبي صلى الله عليه وآله فخليهم يلا ماكو مشكلة تركهم هذا شي سمونه هذا توهين لله ولرسول الله على حساب شنو رفع درجة فلان فاللي يثقف على هذه المائدة مولانا شنو رح يطلع شنو رح يصير مثل أبو محمد وغير أبو محمد يقينا أبو زهراء عزيزي تفضل شكرا شكرا